ويعد الأردن مقصدا جاذبا لمحبي السياحة والسفر والاكتشاف وذلك بفضل ما تجمعه المملكة الأردنية الهاشمية من مزيج من المعاصرة والعراقة نعم سهير حيث تعد المملكة أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط ووجهة سياحية مميزة ومقصدا للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم تزخر المملكة الأردنية الهاشمية الضاربة في أعماق التاريخ والثقافة بإرث غني تستشعره منذ لحظة وصولك فإنما التفت سترى أنك محاط بحاضرات قديمة مضت لا تزال أثارها القائمة شاهدة عليها عدى عن قيم العراقة المتأصلة في نسيج هذه المملكة المثيرة للاهتمام وروح شعبها مدينة البتراء الأثرية من أشهر المواقع الأثرية في العالم المصنفة كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو وتعد من أهم مواقع الجذب السياحي في الأردن وتتميز البتراء بطبيعة مأمارها المنحوط في الصخر الوردي الذي يحتوي على مزيج من الفنون المأمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة وإلى مدينة جرش التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع التاريخية جمالا في العالم وتتلاقى في جرش حضارات الرومان واليونان والشرق بمزيج جميل يمنح المدينة طابعا تاريخيا مميزا كما تشغل المرتبة الثانية على قائمة الوجهات السياحية المفضلة في الأردن وتعتبر من أكثر المواقع الرومانية المحافظ عليها في العالم خارج روما حتى يومنا هذا أما وادي رام المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 1985 الذي يعد من أفضل الأماكن السياحية لمشاهدة أرواع خبايا مملكة الأنباط من بقايا معابد وأنظمة ري بالإضافة إلى نقوشات وإشارات مواقع تعود لقدامي التجار وتعد محطة مهمة لصناع الأفلام لتصوير مشاهد مشابهة لكوكب المريخ بسبب احتوائه أجواء خيالية أما في عجنون فتجتمع عجائب الطبيعة مع عبقرية الهندسة المعمارية العسكرية لدى عرب العصور الوسطى ويتجل الجمال كله بفضل هذا المزيج الجميل حيث يحظى شمال الأردن بإثنين من أهم المعالم البيئية والتاريخية في الشرق الأوسط وهي منطقة دبيان الغنية بأشجار الصنوبر الممتدة وقلعة عجلون الشامخة على مرتفع وإلى مدينة العقبة التي تعتبر المنفذ البحري الوحيد للأردن وتتميز بموقعها الاستراتيجي وشواطئها المطلة على البحر الأحمر وتضم العديد من المرافق الصناعية الهمة ومناطق التجارة الحرة كما تتمتع بعبق تاريخي وتعتبر المصدر الرئيس للفوسفات وبعض أنواع الصدف أما البحر الميت فهو عجوبة طبيعية مذهلة ويعتبر أخفاض بقعة في العالم حيث ينخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 427 مترا تقريبا وهو محطة مهمة لمحبي الاسترخاء بسبب دفء مياه البحر وملوحته الشديدة التي تتمتع بعامل طف مرتفع وما تحتويه المياه من خصائص علاجية مميزة